هل يجب أن تقوم سيدة بالقاء خاطرة في صلاة الترويح والله إذا أقفى المسجد من الرجال ولم يوجد غيرها ويا أستاذة كبيرة لها تخصصها ولها تبرزها ولها كذا يبدأ استثناء ينظر إليه في أضيق الحدود لكن لم تجري العادة في مساجد المسلمين أن تقوم سيدة من مكان النساء لكي تلقي خاطرة في مجامع الرجال قد يحدث استثناء خاص في أحوال خاصة جدا الاستثناءات تقدر بقدرها ولها اعتبارها لكن أرجو أن لا نخج بها عن مداها وعن حدودها